بسم الله الرحمن الرحيم دلوقتي هنرى بعض التولز او الادنس من الشركة اسمها بينمون الشركة هي من الشركات الكبيرة اللي بتعمل الادنس و التعمل الفاميلي دلوقتي لو رحنا مثلا لكلاش سفير جنريتور ده عبار عن ايه؟ لما بتاخد الموديل وتروح متخاله في قلب النافس وركس وصدر بلاف الكلاشات هو يعمل لك هنا مكان كل كلاش زي علامة او رمز بحيث تحاول تفكر ازاي حال الكلاش ديات فا ايه فكرة كويسة؟ ان انا هجينا ونبورت ورح مدخل الملاف اللي فيه الكلاشات فهو اوتوماتيك هيعمل create cache في الاماكن مثلا لو فيه باب خبط في دقت او اي حاجة خبط في حاجة بيحط زي object عبارة عن دايرة بحيث تنتبق ان فيه مشكلة ده اول اداة عندنا حاجة اسمها color splisher ده عبارة عن ايه؟ ان انا ممكن الون العناصر بتاعتي يعني مثلا لو انا عايز الباب دا بلون والباب دا بلون والباب دا بلون بالبرامطر يعني مثلا اقول له ايه اللي بواب اللي جاي من استراليا بلون والي بواب اللي جاي من ايطاليا بلون او اي حاجة من حاجات ديات اقول له color بيقول لي انت عايز تدوان ايه؟ اقول له مثلا الدور بيقول له عايز ترتبهم حسب ايه؟ فدور على حاجة تكون مثلا فيها اكتر من عنصر مثلا assembly description او family تمام؟ او fire rating او انا عندي كزا نعمل fire rating تمام؟ سأختار الحاجة اللي بناسبة لي تمام؟ اقول له apply color set تمام؟ بيقول اللي بواب تجد الباب دا بلون التركز بس شوية كده في اللون هتجد الباب دا بلون هتجد اللون بتاع الخط مختلف من هنا لهنا لهنا تمام؟ طيب اللي بعد كده اكسوورت وانبورت اكسيل بتصدر من المثل اكسيل المعلومات اللي عندك تمام وبعد يجب تقول له اكسو بورت وبعد ما تحدد الاوتبوت فولدر هيصدر فين وبعد شوية ممكن تقول له امورت تروح ما تدخل ملف الاكسل تكون انت مثلا عدلت حاجة زودت حاجة يدخل المعلومات دي ويعمل اوب ديت لقعة البنات بتاعة الرافت هنا لو انت عايز يصدر المشروع دوت كذا نو سي واحد مثلا لو انت عادت كذا 3d وكل واحد فهم خصوص مختلفة او عايز اصدر الكاتشين او اصدر ليفنج روم الحاجة اللي انت عايزت تدرك تعمل لها select وتقول له اكسو بورت فهو يصدر كلها مرة واحد دي تتابع شركة